شددت الرئاسة الفلسطينية على أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح ومحاولة تهجير الفلسطينيين لا يعفيان الإدارة الأمريكية من المسئولية وطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردين الإدارة الأمريكية بالعمل على إجبار الاحتلال على وقف مجازر الإبادة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطينية معتبرا أن التزامن غير المسبوق لمستوى التصعيد الإسرائيلي مع شن حملة للمساس بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل يشكل محاولة للتهرب من وقف إطلاق النار ووقف الحرب وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية طلب أبوردين المجتمع الدولي بالعمل على وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة